اشتركوا في القناة الخطاطون حقيقة اصحاب ريشة جميلة ومزاج رائع الحديث معكم حول الخط وانواع ذلك الفن العظيم الذي له ابعاده وله طرائقه وانواعه ان اذنتم سيد مسعود ان تحدثونا بداية عن الخط العربي لمحة تاريخية عن الخط العربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الخط العربي هو الفن الإسلامي الأول الذي نال العناية والاهتمام الكبير لدى العرب والمسلمين والخط العربي هو علم وفن واكتساب وله تاريخ وله ايضا جذور قديمة الخط العربي عرف قبل الإسلام منذ قديم العصور وتنقل بين اليمن والحيرة والأنبار ثم وصل إلى الحجاز والنبي صلى الله عليه وسلم حث صحابة الكرام على تعلم الكتابة وإجادة الخط ويدل ذلك على موقف فداء الأسرى في غزوة بدر حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الأسير المشرك أن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة فهذا جعل الكتابة تنتشر بشكل كبير في المدينة ثم توالت مراحة تطور الخط العربي وانتقل من الحجاز إلى الكوفة وهذه المدينة التي تنسب إليها الخط الكوفي وبعد ذلك انتقل إلى انتقل بعد ذلك إلى العصر الأموي في هذا العصر ظهر تطور الخط بشكل ملموس وقد أصبح يزين القباب والمآذن والمساجد والقصور وأيضا يعني واصل التطور حتى بلغ أعداد الخطوط فوق الثمانين سبحان الله ثمانين خط هذه أنواع الخطوط العربية نعم أنواع الخطوط كثيرة جدا لكن منها اندثرت ومنها موجودة الباقي يعني أعدادها قليل جميل ثم انتقل الخط إلى العصر العباسي طبعا في هذا العصر أصبح الخط علم وفن سيد مسعود متى بلغ فن الخط العربي ذروته مثلا عندما وصل إلى الدولة العثمانية أيها في الدولة العثمانية يعني معدتني بالخط عيناية كبيرة حتى وصل إلى مرحلات النضج والكمال جميل والدليل ذلك على تجد مثلا أيها من الدولة العثمانية المساجد والقصور والمباني يعني متلئة بالنوع الخطوط جميل ممتاز طيب نأخذ أذنتم هذا النموذج نعم هذا النموذج بخطة ثلث الجلي على شكل السطر وهذه من آخر أعمالي ما شاء الله هذه من أعمالكم من نوحاتكم ما شاء الله نكتب اللي يقصد على نحن في دار قليل بقاؤها سريع نعود إلى اللوحة السابقة يا إخوة نعم سريع تدانيها وشيك فناؤها غدا تخرب الدنيا ويذهب أهلها جميعا وتطوى أرضها وسماؤها ترق من الدنيا إلى أي غاية سموت إليها فالمنايا وراؤها الله هذا الخط الديواني هذا خط الثلث لكن قلت خط الثلث نحن عندنا خط الثلث نقسم إلى قسمين فيه ثلث جلي وأيضا ثلث عادي الثلث الجلي يكتب بقلم مقاسه يكون أربعة ملي وما فوق الثلث العادي يبدأ تقريبا ما أقل دون الثلاث ملي اثنين وحد ونوص هكذا جميل جميل إذن لازلنا في اللمحة التاريخية وذكرتم أن في الدورة العثمانية بلغت الخطوط ذروتها واتساقت وانتظمت طبعا قبل ذلك عندما انتقل إلى العصر العباسي وفي هذا العصر أصبح الخط علما وفن يعني له علايته ولمحه الواضحة وأيضا الوزير بن مقلى رحمه الله هو الذي وضع المقاييس والقواعد في هذا العصر وأيضا ابتكر خط الثلث هذا من أستاذنا؟ الوزير بن مقلى الوزير بن مقلى هذا في أي عصر سدك؟ في العصر العباسي في العصر العباسي جميل نعم جميل إذن بعد الوزير العباسي هو الذي وضع قواعد الخطوط ثم بعد ذلك؟ وبعد ذلك انتقل إلى أندلس وتطور فيه الخط القيرواني جميل نعم وإيضا ثم انتقل إلى الدولة العثمانية هي لعيش المرحلة الأخيرة ممتاز طيب أستاذنا الكريم ما أهمية تعلم الخط برأيكم؟ هو تعلم الخط العربي يكفي شرف أن هذا العلم مرتبط بكتاب الله عز وجل يعني كما نحن نقرأ القرآن يعني نأخذ أجر على كل حرف كذلك أيضا الكتابة كتابة الحرف إذا الإنسان أخلص النية لله عز وجل يعني أكيد يكون له الأجر وأيضا يعني يتعلم منه كثير من الأمور منها يتعلم منه تنمية كثير من القدرات منها الدقة على الملاحظات وأيضا الانتباه وأيضا من العادات مثل النظام والنظافة والترتيب والصبر الخط هذا يعلم الصبر ما يمكن أن يتعلم الخط هذا الإنسان يصبر مثل أي علم جميل أذنتم ننظر إلى هذه اللوحة هذه اللوحة مكتوبة خط الرقعة هي البسملة وخط الرقعة طبعا من أسهل الخطوط وطبعا خط الرقعة عندنا الممكن يبدأ بال يعني تعلم الخط ممكن يبدأ بخط الرقعة ويكون التعليم بالقلم الخط العادي بالقلم الخط العادي نعم لا يلزم أن يكون مشتور لا هو تعلم الخط على مرحلتين جميل إذا كان الإنسان خط العادي مثلا غير جميل وغير مقروء ما يصرح أن يبدأ بقلم الخط فلاود يبدأ حتى بقلم رصاص مو بالقلم العادي جميل إذن سنأتي إلى خطوات تعلم الخط بعد أن ننظر في بعض اللوحات ونعرف الأنواع أذنتم اللوحة الأولى هذه أو اللوحة هذه هي اللوحة الرقعة ألاحظ فيه من قليل نعود إلى الرقعة ألاحظ أن فيه نقاط يعني نعم هذه الموازين اللي تكلم عنها قبل قليل اللي وضعها للزر بن المقلع فعندنا كل حرف له ميزان ميزان من قياس معين جميل مثلا حرف السن عندنا ثلاث نقاط لو زاد عن أكثر من ثلاث يعتبر هذا الحرف خطأ سبحان الله يعني قواعد الخط صارم وما في مجال للتغيير أبدا ولا فيها مجال الاجتهاد أيضا لا تزيد ولا تنقص إذن السن ثلاث نقاط الميم الميم مثلا عندك المسافة بين السن والميم نقدر نقطتين وإيضا طول الألف ثلاث نقاط الموجود عندنا الحرف في الكلمة الأخيرة جميل فلو كتبنا الألف زادنا عنها مثلا نقطة أو أكثر يعتبر حرف هذا غير صحيح ممتاز وإيضا عندنا مثلا من القواعد المهمة الأجزال العمودية لا بد تكون ما إلى اليسار فلو تلاحظ حرف الألف نعم ما إلى اليسار من الأعدى من الأسفل إلى اليمين وإيضا عندك في اللطف الجلال لو تلاحظ اللامات أيضا ما إلى اليسار جميل وإيضا عندنا الجزال الفقية لو تلاحظ مثلا حرف السين تجد أنه ماء اليسار إلى الأسفل من جهة اليسار ممتاز فهذه عندنا قواعد أساسية يعني تبنى عليها الخطوط جميعها طبعا في البداية أتصور أن هذه النقاط التي توضع في مرحلة التعلم في البداية لكن لا يلزم أن تكون هذه مع الإنسان وهو يكتب دائما ليس كذلك لا هو في البداية فقط حتى اليد توزن للميزان الصحيح وبعد ذلك لو كتب أن المحترف يضع الميزان بعد الكتابة فأنت عندما تكتب الحرف تضع الميزان وتتأكد أن فعلا أنت كتبت الحرف صح ممتاز إذن نأخذ لوحة ثانية إن أذنتم هذه اللوحة من مشاركتي في هذه لكم أستاذ مسعود أيضا ما شاء الله تبارك الله هذه مشاركة لأحدى المسابقات الدولية في تركيا ما شاء الله وأيضا بخط الثلوث الجلي والنص المكتوبة هي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله كم تأخذ منك وقت أستاذ مسعود والله مثل هذه اللوحة يمكن أن ننجس فيها شهور شهور يعني ست خمسة شهور أو أكثر ما شاء الله خاصة التكوين هذا نحتاج إلى حتى نصل إلى هذا المرحلة يعني إلى محاولات عديدة جدا سبحان الله ما اسم الخط هذا هذا خط الثلوث الجلي الثلوث الجلي ما شاء الله نأخذ لوحة ثانية هذه لوحة الإجازة طبعا عندنا يعني الطالب عندنا نكون في مرحلة الخط إذا أنهى المرحلة يحصل على الإجازة مثل إجازة في القرآن وفي الحديث وعلوم أخرى ما شاء الله فهذه الكتابة اللي في الأعلى هذه الكتابات اللي هي والكتابات اللي في الأسطل هذه إجازة من الأسطل يعني هل في علم الخط إجازة بسند أيضا نعم عم فلان عم فلان نعم سبحان الله من هم يعني مشايخ أو أساتذة الخط في أسانيد الخط يعني أذنتم تقرأ لنا جزء مثلا من السند طبعا هذه الكتابة اللي في البسملة وما تحته من الحديث كل هذه كتاباتي أما الإجازة اللي هي آخر المستطيلات الأخيرة الثلاثة الأخيرة نعم الإجازة الأولى هي من الأستاذ يوسف ذنون هذا باحث كبير من العراق جميل رحمة الله عليه هو أجازني فذكر ما بعد فقد أجزت لنامق هذه القطعة أن يكتب اسمه تحت كتاباته وتنميقاته السيد مسعود بن حافظ وهو أخذ الخط عن الأستاذ حامد الآمدي جميل عفوا هذه الإجازة الأولى للأستاذ فؤاد باشار الأضرومي هو أخذ عن الأستاذ حامد الآمدي وهو عن أستاذه محمد النظيف وعن محمد سامي إلى أن يصل الإسناد إلى علي بن رضي الله عنه سبحان الله هذا معلومة حقيقة جديدة جدا والإجازة الثانية لأستاذنا الأستاذ مختار عالم خططة الكسوة ماشي خططي مكة وهو أخذ عن الأستاذ سيد إبراهيم الأستاذ محمد أبو الخير وهو عن سيد إبراهيم وهذا السند يعود إلى مصر يعني أستاذنا الكريم أن تكتب اسمك أو توقيعك مثلا مسعود مثلا في الأخير هذه تأتي بإذن مثلا مننا أيه نعم يعني هذه المعروف عند الخطاط أن الطالب لا يسمح له أن يوقع تحت كتابتي حتى يحصل على الإجازة سبحان الله سبحان الله إذن نأخذ لوحة ثانية إذنتم ما شاء الله هذه اللوحة أيضا بخط الثلث الجلي الآية المكتوبة هي ربك يخلق ما يشاء ويختار الحرف الواو الحجم الكبير بعد كذا ربك يخلق ما يشاء ويختار ما شاء الله تبارك الله نأخذ لوحة أخرى ما شاء الله هذه اللوحة أيضا من أعمال المشاركة في مسابقة السوق عكاظة الدولية الحمد لله أخذ فيها المركز الأول ما شاء الله هذه اللوحة كتبت بخط الديوان الجلي وكتوب الآية عندنا ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بإعباده خبير مصير الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشه رحمته وهو الولي الحميد ما شاء الله هذا الخط الديوان الجلي ما شاء الله هنا لوحة يعني أكرمني الخطاط بإهدائها لي هذه اللوحة بأي الله يعني فيكم هذه هدية متواضعة بسيطة أنتم تستاهلون أكثر جزاك الله خير هذه اللوحة بكلمة الكلمة التي في الأعلى بخط النسخ وما تحته بخط الإجازة وخط الإجازة يتكون من خطين من الخط الثلث والنسخ نسمي بالإجازة لأنه كان يكتب به الإجازات قيم الدولة العثمانية الإجازات الخطية والشهادات أيضا جميل إذن الكلمة الأولى قناة هذه بأي خط بخط النسخ بخط النسخ والذي في الأسفل زاد العلمي بخط الإجازة ما شاء الله خط الإجازة هذا يعني ليس له علاقة مثلا بالرقعة والنسخ والثلث لا هذا الخط يدمج من خطين نحن عندنا الخطوط الرئيسية لها عدد تقريبا ستة نذكرها نعم الكوفي وبعد ذلك الرقعة والنسخ والثلث والديواني والتعليق لما يسمى بالفارسي فهذه الخطوط الرئيسية تتفرع منها خطوط أخرى مثلا من خط النسخ والثلث يخرج منها خط الإجازة ما شاء الله اللوحة هذه هي لي ليست للقناة يا أستاذ مسرود ليست كذلك والله هي لكم جميع جزاك الله خير طيب إذا نأخذ اللوحة هذه هذه اللوحة أيضا كتبت بخط الديواني الجلي والآية المكتبة هي جزء من الآية وارزقهم من الثمرات الله الله ما شاء الله طبعا الخط الديواني الجلي يختلف عن الخط الديواني أن أول شيء يكتب بقلم كبير سمي بالجلي على الأساس أنه يكتب بقلم كبير يعني عرضها كم ملي مثلا؟ يعني أربعة أربعة ملي وطالع خمس ست سبعة وأيضا خط الديواني الجلي يمتاز عن خط الديواني العادي أنه يضع له تزيينات والحركات الأساسية هل يجد الخطات أستاذ مسعود صعوبة مثلا في العرض الكبير؟ لا طبعا هو الخطات لا بد يكون يتمرس من بداية تعلمه أنه يكتب جميع الأحجام يعني اتداءا لقلم ربع ملة وطالعون أحيانا يحتاج مثلا يكتب اللوحات الكبيرة بقلم كبير فلا بد يتعود الكتاب على جميع الأحجام ممتاز ما شاء الله تبارك الله وإضا هذه اللوحة بخط ثلوة الجلي وكتبت كما ترون من شكل دائري والمكتوبة فيها الآية وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون المنتصف قال الله تعالى في كتابه الكريم ما شاء الله الزخارف التي بالجوار مثلا الدائرة هذه هل هي أيضا من عمل الخطات؟ ممكن الخطات هي عمل لكن الخطات يعني ينشغل كثيرا بإعداد اللوحة فما يجد وقت لكن عندنا ما شاء الله المزخرفين والمزخرفات ما يقصرون في هذه الموحة ممتاز ما شاء الله هذه شاركت فيها اللوحة القليل هذه المشاركة لمعارض الدولية مثل الإمارات وشاركت بها كذا المعارض ما شاء الله نأخذ اللوحة التي بعدها ما شاء الله هذه اللوحة كانت تهنية بناسبة العيد وقد كتبت بها خط السمبولي الخط السمبولي يعتبر من الخطوط القديمة جدا جميل وكتب فيها عيدكم مبارك ما شاء الله وهذه وهذه اللوحة أيضا كتبت بخط الديواني الجلي على شكل ورقة الشجر وكتب فيها هذا من فضل ربي الله أكبر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وهذه اللوحة كتبت بخط الديواني الأسلوب التركي وعندنا أيضا مدارس في الخط المدرسة العثمانية والمدرسة المصرية والعراقية فالبارة المكتوبة هي إذا نلت منك الودة فالكل هين وكل الذي فوق الترابي ترابه ما شاء الله فظلوا لا أحد أن خط الديواني لا يوجد فيه أي تشكيل جميل عكس الخط الديواني الجلي شاهدنا قبل قليل نعم فيها تزينات وفيها حركات ممتاز نأخذ لوحة ما شاء الله تبارك وهذه صفحة من المصحف ما شاء الله بخطكم سلمسود ما شاء الله تبارك حاليا شرعت في كتابة المصحف وصلت تقريبا إلى عشر أجزاء وصل الله عز وجل أن يتمم علي ما شاء الله وهذه صفحة منها ما شاء الله طبعا خط النسخ ويضا وضعت بعض الألوان لأحكام التجويدية الغنى والمد والقلقلة ما شاء الله كم وصلتم الآن عشر أجزاء نعم ما شاء الله تبارك الله كم استغرق وقت منكم من العشر أجزاء والله تقريبا أخذ مني الآن أنا بدأت في شوال ما شاء الله تقريبا انتهد من عشر أجزاء في هذا اليوم في هذا اليوم ما شاء الله تبارك الله هذه أيضا محاولة أخرى لكتابة المصحف وكتبت منها بعض الأجزاء فهذه صفحة منها ما شاء الله تبارك الله ويضا هذه اللوحة كتبت بخط النسخ وبخط الثلث الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ممتاز إن أذنتم قبل أن يذهب علينا الوقت خطوات تعلم الخط سيد مسعود بماذا تنصح من يريد أن يتعلم الخط هو طبعا التعلم الخط ليس بالصعب جميل لكن يحتاج أن المتدرب يعني يبدأ بداية صحيحة بحيث أنه يعني أولا اختيار المعلم الجيد فلاود يبحث عن معلم متمكن و أيضا متخصص في هذا المجال لكن الآن للأسف يعني الكثير يعطي دورات وهو غير مؤهل لإعطاء حتى يكون المستوى فيه ضعف بلا يصلح ليعيش للتعليم و أيضا يعني هو خاص المعلم هو اللي يختص لك المشوار جميل طبعا يحتاج يعني هناك أمور أخرى مثلا من ناحية الأولى الإخلاصة للنية اللي عز وجل جميل وبعد ذلك الأمور الأخرى مثل الأدوات والبداية كيف حتكون مثلا يبدأ بالكراسة بالمفردات ثم الثنائيات وبعد ذلك يدخل بالكتابة العبارات وهكذا جميل لدي سؤال حقيقة يعني هو في ذهني من بداية الحلقة عن إمكانية تعلم الخط عن بعد مثلا أن يكون الأستاذ مثلا في بلد والطالب في بلد عن طريق برامج التواصل الزوم والتيم والأشياء هذه هل هذا ممكن أستاذ مسعود نعم وأنا عندي دروس الحمد لله عن بعد وأيضا حضورية عندي دروس حتى لأخوه من خارج السعودية أخذ دروس عندي هل في فائدة يعني نعم نعم يعني كأنك حاضر بجانب المعلم ممتاز يعني أفهم من كذا مثلا أن نستطيع نحن هنا في قناة زاد أن يكرمنا أحد المدربين الكبار أمثالكم مثلا بإعطاء دورة لتعلم الخط أو لتعليم الخط للسادة المشاهدين نعم ممكن هذا ممكن لا يلزم أن يكون هناك تواصل مثلا لا 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 أنا طريقة في إعطاء الدروس أني أرسل تصحيح مقطع فيديو مع شرح صوتي وهذا أرى أنه أفضل من الحضور أن الطالب يحتاج أنه يشاهد المقطع كذا مرة ممتاز لكن لو حضر ولم ينتبه ولم يركز مع المعلم ربما تفوته معلومات كثيرة لكن لو نقطع هذا يعني لو يشاهد كذا مرة حتى يستبعبه ويفهم ما يقصده جميل إذن هل نأخذ منكم وعدا بأن تقدموا يعني دورة في تعليم الخط العربي للسادة المشاهدين عبر قناة ذاته شرفهم لذلك جزاكم والله خير طيب بعد أن تحدثنا في خطوات تعليم الخط ما هي أهم النصائح لطلاب العلم يعني علم الخط وكما ذكرنا أنه أولا أن يخلص النية اللي عز وجل لأن هذا العلم له ارتباط كتاب الله عز وجل وبعد ذلك يعني اختار المعلم الجيد وإذا اختار المعلم خلاص يختص لهم الشهر من ناحية يعني طريقة التعلم وإيضا الأدوات وكيف يبدأ وماذا يفعل وماذا يكتب هذه الأمور كلها لأن تعلم الخط بالتلقي مثل القرآن ما يمكن تعلم الخط عن طريق الكراسة أو بمشاهدة المقطع بدون الفيديو بدون يعني تحت إشراف معلم كما قيل الخط مخفي في تعليم الأستاذ وقوامه في كثرة المشق ودوامه فما يمكن تعلم الخط إلا بإشراف تحت معلم تخصص نعم سبحان الله يعني حقيقة أن هذا العلم علم كبير وله أسراره وله الآن كما علمت له أسانيده والمتصلة نعم شكرا لكم سعادة الأستاذ مسعود بن حافظ الخط طبعا عندنا يعني التعلم الخط العادي سهل لكن المشكلة إذا كان الإنسان يعني تجد مثلا يعني ما شاء الله عنده شهادة عليا دكتورة مجلسير لكنه تجد عنده خطه ضعيف جدا فهذا يعتبر يعني عيب عيب ومنقص في هذا الشخص يعني لكن ترى أكثر الذين خططهم مثلا رديئة يتعللون بيقول لك العكس أحيانا هذا دليل الذكاء هذا دليل هذا ما صحيح يعني ما يمكن الإنسان يقرأ ولا يكتب أحسنتم كيف أنت تقرأ وتجد القراءة وتجد الكتابة بلا شك هذه المشكلة يعني هم عذرون لك هذه المشكلة أصلها من المدارس عندنا ما تعلم الله نستعى ما تهتم من ناحية لكن أنا أتعجب كيف تهتم من ناحية القراءة ممكن ما ترضى الطالب أنه مثلا إذا يعني كان عنده ضعف القراءة ربما يعني يقرأ من دواجات واضحة نعم بلا شك كيف يعني ما تهتم من ناحية الكتابة ومو بشرط أنه لا بد كل الطالب يصير خطاط لكن لا بد يكون خطك العادي مقروع وجميل بلا شك بلا شك ثم بعد ذلك إذا أردت عن مسلا تطور نفسك وتدخل في عالم الفن أنت مخير في ذلك لكن خطك العادي غير مقروع وهذه مصيبة جميل شكرا لكم مساعدة الأستاذ الخطاط الكبير مسعود حافظ على هذه الإطلالة الرائعة عبر هذه النافذة شكرا لكم جزيلا الله يباري فيكم أرزاكم الله خير واشكركم على استضافة الله يرزاكم بالخير شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام الخط الردي ليس دليلا على الذكاء كما يدهده أصحاب الخطوط الردي أنفسهم بهذه العبارة الخط عالم عظيم جدا فن رائع يأخذه الطالب وعن أستاذه بأسانيد متصلة كما سمعتم أخذنا موعدا ووعدا بإذن الله عز وجل من خطاطنا بأن يقدم لنا دورة نحن مشاهدين ومشاهدات قناة زاد نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير شكرا لكم شكرا لفريق العمل الرائع في نوافذ إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العلوم على الحياة إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل نجباء ليحاور الجمهور في أحوالهم وليسأل العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء منها في الدروب ضياء